تأكيد المملكة على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي تأكيد سعودي لضرورة وحدة وسيادة الأراضي العربية وتعزيز العمل العربي المشترك هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في كلمة المملكة أمام اجتماع الضورة الخامسة والخمسين بعد المئة لوزراء الخارجية العرب كما جدد تأكيده لمواقف المملكة الثابتة الداعمة للقضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية محذرا من استمرار التدخلات والتهديدات الإيرانية في المنطقة إننا في المملكة نؤكد على خطورة التهديدات التي تواجهها منطقة عربية وما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المنيشيات والمسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية البيان الختامي للاجتماع عكس توافقا عربيا تجاه البنود المطروحة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحن كدول عربية متمسكين من مبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران لعام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وأي إدارة أمريكية أو أي دولة أخرى تعمل وفق هذا الاتجاه وتتعامل مع هذا الموضوع بإيجابية من المؤكد أن الدول العربية ستتعامل معها بطريقة إيجابية وأصدر الاجتماع بيانا حول اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران مؤكدا القرارات العربية والدولية التي تدين التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية ومحاولاتها زعزعة الاستقرار ملفات وقضايا عربية عديدة نقشت هذه الدورة العادية لوزراء الخارجية العرب والتي شادت حضورا وزاريا كبيرا مصام عبد المقصود الإغبارية من جامعة الدول العربية بالقاهرة